أريد أن أتعلم كانت لسلمة قطة صغيرة جميلة وكانت سلمة كلما جلست في حجرتها لمراجعة دروسها تقفز قطتها فوق المكتب فتعبث بأدوات صديقتها المدرسية مرة تدحرج قلم الرصاص بقائمتيها ومرة تحاول قضم الممحات بأسنانها ومرة تحاول إدخال رأسها في المقلمة وذات صباح بينما كانت سلمة تستعد للذهاب إلى مدرستها رأت قطتها قد حملت على ظهرها محفظة صغيرة وضعت فيها أقلاما ومسترة وكراسة سألت سلمة صديقتها إلى أين أنت ذاهبة يا صديقتي؟ أجابت القطة سأرافقك إلى المدرسة أليس من حقي أن أتعلم مثلك؟ ضحكت سلمة وقالت لقطتها ولكن هذا غير ممكن يا صديقتي أغلقت سلمة باب المنزل واتجهت نحو مدرستها دخلت سلمة إلى المدرسة فرحة واتجهت مع زملائها إلى القسم وجلست كعادتها في الصف الأول جنب النافذة رفقة زميلتها صارة وفي ذلك الوقت تمكنت القطة من مغادرة المنزل ومحفظتها فوق ظهرها اقتفت القطة خطوات صديقتها سلمة من بعيد إلى أن وجدت نفسها أمام باب المدرسة الذي كان مغلقا وثبت القطة من أعلى الصور القصير ثم راحت تبحث عن القسم الذي توجد فيه سلمة لم يطل البحث إذ بدت لها صديقتها في الصف الأول جنب النافذة وبينما كان الأستاذ والمتعلمون منهمكين في الدرس إذا بصوت القطة ميو 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 ينبه الجميع استدار الأستاذ نحو الصوت وقال ماذا؟ عرفت سلمة بأنها قطتها قد تبعتها إلى المدرسة ها هي تقف على حافة النافذة قرب مقعد سلمة التي بقيت مندهشة لهذا الموقف نظرت القطة إلى جهة الأستاذ وقالت أنا هنا يا أستاذ قال الأستاذ ولما أتيتي؟ أجابت القطة وهي تطل برأسها من نافذة القسم أتيت لأتعلم ابتسم الأستاذ وانفجر الأطفال ضاحكين في حين احمر وجه سلمة خجلا وهي تنظر إلى قطتها وتقول في نفسها لما فعلت هذا يا قطتي؟ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر